اشتركوا في القناة احمد رفعت الناس بصراحة وقفين على قدم وساق لخدمة احمد رفعت في اي امور طبية خاصة به والنهاردة عادنا مع الدكتور حزم خميس وتكلمنا عن احمد وطمنا على احمد و بعد كده طلعنا زورناه طبعا في المكان المخصص ليه انا والكابتن خالد وطمنا عليه وان شاء الله يرجع احمد رفعت طبعا احنا كنا فين وبقنا فين ده نعمة معاند ربنا انه يعني منع على احمد رفعت ودعوات كل محبين احمد رفعت الحمد لله رب العالمين ان شاء الله يرجع احمد رفعت تاني واحد من نجوم مصر الكبار في كورة القدم حبيب بس اطمنكو يعني زيارة سريعة طبعا استأذننا اهلو اللي كانوا موجودين وتعوى الناس لما عارف ان انا محمد رفعت طبعا كنا مع بعض فيه شهر والكابتن خالد بيومي كان فضل تجده في الامارات كان جنبه قريب منه ارحبوا بينا واحنا كمان ما تقلناش عليه تقريبا دقيقتين بالكتير وسلمنا عليه والطميننا عليه ومشينا ده يخلينا نقول ان الحمد لله عندنا الطب مصر بخير ومستشفى ودنيل والاستاذ دكتور حازم خميس واحد من الاطباء المحترمين عاملين مكوت جبير جدا جدا مع النجم الكبير احمد رفعت دعوني ارحب نجم رومتادة ومحل رومتادة المتميز المرشال هشام رشاد حبيب يا تاريخ حبيب بس اقول للمشاهدين بس نطمنهم على حمد رفعت النهار اخبار جميلة وان شاء الله باذن الله قريب يرجع تاني الحمد لله نطمننا الحمد لله دعوات المصريين وانا مبسوط بالاخبار اللي قلتها وباذن الله مفيش حاجة صعبة على ربنا باذن الله يرجع زي الفل وباذن الله يرجع للملعب وده اللي احنا بندعيه والمصريين كلهم توحدوا ودعوا لأحمد رفعت وبلدنا جميلة وكلنا شفنا لقطة نادي الزمالك مبارح بعد الانتصار كلهم كانوا مسكين عميس أحمد رفعت هي دي الرياضة وهي دي كورة ودايما يا ربي بقى دي روحنا واخلقنا عما تنبرى بملعب وجوه الملعب بلدنا جميلة ومصر جميلة وطحية مصر ان شاء الله ساد رئيس عبدالفتاح السيسي البكرة ان شاء الله في العاصمة الادارية امام البرلمان المصري بكرة ان شاء الله يحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة يا ربي تبقى ولاية كلها خير ونماء ورخاء وعز وفخر المصر هو طبعا ساد رئيس لا يدخر وسع انه يشوف مصر دي اعظم مكان في الدنيا ان شاء الله كل توفيق لساد رئيس في الولاية الجديدة وكلنا خلف القيادة السياسية ان شاء الله فيما صالح مصر ان شاء الله في اللي جاي لان مصر يعني اسم كبير وطحية مصر ان شاء الله اشتركوا في القناة